الحمد لله طبعاً إن إحنا اللي قلناه يوم القرعة وحددك فاكر الكلام دوت وقلنا كل الارتباطات إنما زاد عليه ارتباطات أخرى كاس العالم الأندية اللي هو شارك في النادي الأهلي طبعاً دي حاجة كويسة المصري طبعاً إن النادي المصري والنادي الأهلي راح يشارك في كاس العالم الأندية منذ لشي نقول لا أو منذ لشي نتناقش فيه إنما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي وتوقيت البطولة كان برضو مفاجئ كانش ما حدوده جد على الخريطة أصلاً في الأجندة وإحنا بنتكلم في بداية الموسم عندنا كان مطمر المناخ مطمر كبير جداً وكان لازم إحنا ناخد تأجيل فيه إسبوع عندنا اتنين صوبر اتلعبوا عندنا كاس مصر كان فيه تلات دوار من الموسم اللي فات وكان فيه نهائي كاس مصر وكان وقت كاس العالم الأندية لما تكرر فبالتالي تم تأجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبناه كلها أخد من التوقيتات ورغم كل دهنا الحمد لله إحنا تلاتين تمانية كنا خلصنا الموسم اللي فات الموسم ده هو تلاتين سبعة بالآخر موضوع بتاعة الأهل بتاعة الكاس فبالتالي كل الأمور ديت عشان نبدأ الموسم ينتهي تلاتين اتناشر من كم موسم في شهر اتناشر ونبدأ في شهر عاشر بعدين نخلص شهر سبعة طبعاً ده أكيد إنجاز كبير وإن شاء الله اللي جايب أسهل إن شاء الله طبعاً اختيار موفق جداً لأن طبعاً إحنا من غير الدولة الرياضة مش بقى في الرياضة أصلاً وعادتك يعرف إن الدولة ورئيس السيسي اهتمام كبير رجل هو رجل ريادي ورياضة كل يوم يلعبها الرياضة ويشجع الناس على الرياضة وركوب العجل يعني راجل ريادي فطبعاً بيساعد كل منظومة رياديا فالمنظومة رياديا كلها تجاري السياسة ديات فعشان نيجي المكان ده طبعاً مكان موفق جداً واختيار موفق جداً لدينا نساعد طبعاً المنظومة كلها السياسية والاجتماعية ودايماً اتحادات حتى التحاد الدولي بيقولك إن التحاد الدولي كرة القدم بيقولك اللعيبة والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجنب الشق الرياضي ومسؤولية اجتماعية قبل كمان المسؤولية الرياضية لأن الاتنين بيخدموا على بعض وده الدور اللي لازم طبعاً بتحاول الربطة اللي حقيقة اللي عامنا موجود كبير خلال سنتين وإحنا أخذنا أمور متقدمة كتير وإن شاء الله حبال اللي جاي أفضل بكتير لأن إحنا دايماً بنجري 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 يعني تلاقي ده كل الدول بتخططوا في هدوء وبتاع إنما إحنا جينا من فترات فترات 2019 ومشاكل وتوقف كورة وبعد كده أحداث بعض المباريات اللي مش عادلين نفتكرها فبالتالي إنت بتقعد تجري عشان تلحق الأمور التانية يمكن إحنا دايماً بنزل من نفسنا شوية وآخره من زي اللي بنلعب كورة لغادي الوقت والمغرب عملت والمغرب عملت مثلاً حتبص جنبك كده ناحية المين المغرب حتلاقي النهاردة في مجرات الرجاء والوداد المغربي بيلعبه النهاردة الدور الجزائري لسه خالص من أربع خمسة أيام وكورة دول أقل مننا عدد في الأندية ما مروش بالمراحل بتاعتنا ما نهوش دوري مرة بشهر 12 فبالتالي كل الأمور تحت لازم الناس تصبر علينا شوية ومنفعش نقول شوفوا 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 لا إحنا الحمد لله إحنا منتخب لهم من برع كل اللعيبة اللي موجودون فيه في الدوري المحلي وتراعين من الدوري المحلي فرق المغربي كله بيلعب في الخارج ما بيهوش المغرب خالص ويمكن المزيع المغربي من برع يعني نشوف إحنا بعكس إن إحنا بنقول إن ده عيب عندنا سلبية هو بيقولها سلبية إن الدوري المغربي ما طلعش أي حد في المنتخب الإلومبي ولا في المنتخب الأول فنتمنى إن شاء الله بس نصبر على بعض شوية كده والأمور تبقى قويسة حكيت طبعا وأوله من النواحي الأمنية لأن الأمن الأول أنا حضرت مواسم كنت بنظم فيه المسابقة في 3-4 ملاعب لقد كل الملاعب بقت مفتوحة الأندية كلها بتلعب في الملاعب بتاعتها الجمهور بيرجع واحدة واحدة ونتمنى طبعا إن الجمهور رغم إن بعض الجماهير وبعض الأفراد من الجماهير بتكون جماهير إن هي بترجعنا للخلف خطوة لو خطوتين إنما إحنا ماشيين في خطوات فلازم طبعا دور الأمن يبقى واضح جدا لازم نشكر الأمن الحقيقة وميبقاش برضو إن إحنا بتكلم على إن عدد الجمهور قليل لأنه محدش عارف محدش في المطبخ بتاع النواحي الأمنية وبشوف المشاكل اللي هم بيقابلوها يمكننا الرابط شوية طبعا في الفترة اللي فاتت دي كلها عشان كده لازم أديهم حقهم على إن هم اللي بيأخذوا القرارات الصحية إحنا بند كل الفرصة للرئيس لجنة الحكام ولجنة الحكام إن هي بتاخذوا القرار الصحيح واللي هم شايفينه من وجهة نظرهم هم اللي هيخذوا القرار في الآخر وهم اللي هيخذوا برضو قرار إمتى يتم إعلان عامل حكام المباراة وإحنا بنوفر لهم كل اللي هم طالبين بنوفر لهم المعسكرات اللي هم عايزينها لأن دي تجربة جديدة الخبير الأجنبي آخر التجربة لازم حنوحكم طبعا هل إيجابية ولا سلبية فدي أمور من الأمور برضو الجديدة اللي دخلت على اتحاده الكرة يعني برئيس لجنة الحكام أجنب أقول الإعلام الأول إن الحقيقة الجمهور بيسمع من الإعلام مش بالعكس الجمهور لما بيعرف الحقيقة الجمهور بلتزم وكل حاجة إنما الإعلام بقى الإعلام زود عدد المشاهدين فعدد المشاهدين في مشاكل هنا زي ما بتمشي في الشارع ويتلاقي حادثة الناس كلها بتوقف كويس بتلاقي مشكلة الناس كلها بتوقف نتنام بيتخنق وتلاقي الناس كتير بتوقف إنما لو حاجة كويسة كده هتعدى عليها هتبص وهتول حاجة حلوة وتمشي فبالتالي أتمنى أن نرجع للإعلام الصحيح إن إحنا نشوف الإيجابيات ما نزيدش على مشاعر الجماهير لإني أنا بشوف حاجات كتير الحقيقة وناس بتزايد وعلى إنها أكتر من المسؤولين في الأندية نعم المسؤولين في الأندية مش محتاجين الناس دي هتالحقيقة وأنا كل الانتقاضات اللي أنا بشوفها في بعض الأمور وفي بعض القنوات المسؤولين ما بيقوليش الكلام ده خالص وكل يوم بقابلهم وكل بيكلموني وبيكلمهم ما حاش بيشتكي ولاقي نات بيتزايد عليهم هل يعني كده حيبوا محبوبين قوي نتمنى إن شاء الله إن كل واحد يعني يرجع لعقله اشتركوا في القناة